تعالوا نتكلم بقى دلوقتي على يبقى اللي احنا عملناه مع اللي احنا حددنا ان كانت في انترفال بالزبط وبعد كده نستغل الموضوع دوت في تحديد ازا كانت عند النقطة دي هتبقى مكسيمم ولا هتبقى ميليممم وزي ما قلنا ان الاختبار بتاع يقدر برضو يقولي ان النقطة ديت ما عندهاش ولا مكسيمم ولا ميليمم ازاي لما يلاقيها كانت بتقل وتنتها تقل او يلاقيها كانت بتزيد وتنتها تزيد يبقى النقطة ديت ما تنفعش تبقى مكسيمم ولا تنفع تبقى ميليممم تعالى بعد الوقت نشوف السكند دريفاتيف بيقول ايه يعني بيقولك يعني الفونكشن يعني بيجيب ايه بالنسبة لبهيفيور بتاعة الفونكشن قال لي الفونكشن اللي بالشكل اللي قدامنا في الجراف دوت بنقول عليها يعني ايه كنكيف بناختصرها بسي يو قال لي كنكيف افورد في انترفل معينة ولدكم من اول l Меня ايه لغاية البهي في الانترفل اي دي من l haben قال لي معناه ايه كنكيف معناها بالعربي يعني مكعر للاعلى يعني الكيرف بتاع الفونكشن مقعر للاعلى ويعني ايه مقعر للاعلى قال لي يعني لو جبت اي نقطة وعايز تجيب الميل لها فهتجيب الخط المماس للكيرف عند النقطة دي هتلاقي خطوط المماس ديت كلها تحت الفونكشن يعني الفونكشن هي اللي فوق عشان كده هو للاعلى الفونكشن فوق الخطوط يعني خطوط المماس هتلاقيها كلها الفونكشن فوقيها بالشكل ده فعشان كده سميناها كون كيف اوبورد انما لو احنا جبنا مسلا كيرف بالشكل ده. وجدت تجيب خطوط المماس هتحط النقاط هنا كده. وتجيب الخطوط المماس هتلاقي ايه? هتلاقي الفونكشن تحت تحت الخطوط بتاعة المماس. يبقى ايه? يبقى هتلاقي مقاعد للاسفل. طيب كلام جميل. يبقى كانت كده. يبقى دي كانت كده. اول لما تجيب اي نقطة هتجيب المماس ليه هتلاقي ايه كده? بالشكل ده. المماس بالشكل ده. يبقى بالنسبة للتانجنت لاينز. إنما دي هي الـ down بالنسبة للـ tangent line طب كلام جميل يعني لو أنا روحت على الشكل اللي قدامي ده من ال-A لل-B المسافة دي كده هات أي نقطة هنا واخد المماس هتلاقيه الكيرف تحت خطوط المماس إذن دي concave downward يبقى C-D concave downward من ال-B لل-C هات أي نقطة هنا كده واخد المماس هتلاقيه ايه concave upward الكيرف المقاعر للأعلى الكيرف بفوق خطوط المماس فوق tangent line من ال-C لل-D هتلاقيه concave downward الكيرف تحت خطوط المماس من ال-D لل-E هتلاقيه concave upward من ال-E لل-B هتلاقيه concave upward من ال-B لل-Q هتلاقيه concave downward يبقى ده اللي واضح قدامي من أي جراف أقدر أن أنا أعرف يعني لو أنا خبّت لك السطر اللي تحت دوت تقدر أنت بنفسك تحدد إذا كانت الجزء ده من ال-L-B upward ولا downward من شكل الكيرف نفسه إن إنت حط بس خطوط كده وجرب تعمل خط مماس هتبص تلاقي إن الكيرف هو down بالنسبة لل-Tangent Line يبقى هو downward والعكس صحيح المشتقة التانية لل-Function هي بقى اللي بتحدد لي ال-Concutivity بتاعت الجراف ده اللي احنا كنون عليها ال-Upward وال-Downward إزاي؟ قال لي لو أنت رحت جبت المشتقة التانية لل-Function وعوضت بالنقاط في ال-Interval دي ال-Interval اللي هي ما بين ال-A وال-B مثلا هنا ال-Interval ID هتلاقي إن دايماً المشتقة التانية لل-Function أكبر من الصفر في كل النقاط اللي في ال-Interval دي ده معناه إن الجراف ده تكون كيف upward يعني حتى لو أنت ما انت شايف الجراف بعينك المشتقة التانية تقدر تكلمك عارفة جاناً واحد بيحكي لك حاجة بيوصف لك حاجة المشتقة التانية تقدر توصف لك شكل ال-Function بدون ما ترسمها بدون ما تبقى شايفها إنه بيقولك لو أنت رحت جاب المشتقة التانية وجيت تعوض بالنقاط في Interval معينة في المشتقة التانية دي وطلعت مجابة المشتقة التانية تلعت مجابة تعرف على طول إن ال-Function دي كن كيف upward يبقى تبقى أنت متخل شكلها عامل إزاي؟ يبقى شكلها كده بالشكل ده يبقى مقعر للأعلى ولعكس صحيح لو أنت رحت جبت المشتقة التانية وعوضت بالنقاط في Interval معينة طلعت سالبة يعني أقل من الصفر يبقى تبقى عارف إن ال-Function كده يبقى تجيب أي نقطة تلقى إيه downward تحت خطوط الإيه tangent line بالشكل ده مش يعني دلوقتي ال-Function المشتقة الأولى لل-Function كت بتعرفني إيه من ال-Behavior بتاعة الفunction كت بتعرفني الفunction دي بتتزايد ولا بتتناقص في Interval معينة ومنها قدرت إن أنا في التست أعرف ال-Maximum وال-Minimum Points أو أعرف إن النقطة دي ولا هي Maximum ولا هي Minimum في المشتقة التانية بتعرفني معلومة جديدة بتقول لي إذا كانت الفunction دي Concave Upward ولا Downward ومن خلالها برضو هقدر إن أنا أطلع بعد كده Maximum Minimum باستخدام مساعدة برضو المشتقة الأولى في بعض الأحيان تعالوا نشوف دلوقتي إن إنت عندك ما بين ال-Concave Upward وال-Downward أو ما بين اختلاف ال-Concavity يعني هتلاقي إن في عندك نقاط النقاط دي بنسميها Inflection Points ال-Infliction Points اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن إذا كانت الفunction بتاعتك Continuous متصلة وعندك بعض النقاط في الفunction F اللي هي المتصلة دي فهتلاقي الكيرف بتاعك بيتغير أو بيحصل له تغير من ال-Concave Upward ال-Concave Downward أو العكس في الحالة دي هت النقاط دي بنسميها Inflection Points طب سؤال إزاي هقدر أطلع ال-Infliction Points أنا دلوقتي كنت قبل كده عرفت النقاط اسمها Critical Points كنت بجيبها إزاي؟ كنت بجيب المشتقة الأولى وسويا بالصفر أو بجيب المشتقة الأولى وأشوف النقاط اللي المشتقة الأولى عندها غير معرفة الحالتين دولة خلالوا بيطلعوا لي Critical Points أو Critical Numbers طب ماشي ده كان بيستخدام المشتقة الأولى طب المشتقة التانية قال لي فيه حاجة بقى اسمها Inflection Points لو أنت رحت عملت نفس اللي كنت بتعمله مع المشتقة الأولى بس مع المشتقة التانية هتطلع Inflection Points دي يبقى هتروح تجيب المشتقة التانية وتسويها بالصفر سنركز بقى إن احنا مع المشتقة التانية مش مع الأولى هنطلع Inflection Points طبعا أنت هتطلع نقطة الـ X هتعوض فيها في الفنكشن تطلع الـ Y بتاعتها اللي حدثي التانية عشان تبقى Point يعني أو تطلع بقى Inflection Values يعني بتاعت الـ X أو تجيب المشتقة التانية وتتأكد إن هي النقاط ديت الفنكشن عندها غير معرفة Doesn't exist اللي اتنين دولت يطلع أولك Inflection Points دي أو دي يعني لاتت تطلع من هنا نقاط وتطلع من هنا نقاط خدهم كلهم ويبقى دولت Inflection Points اللي موجودة عندك طب نشوف مثال عايز أطلع هنا Determine open intervals on which graph اللي قدامي دوت Is Concave Upward ولا Concave Downward يبقى أنا دلوقتي عايز أستخدم Second derivative من غير ما يقول لي يستخدم وما قال ليش وقال لي في السؤال يستخدم حاجة ما قاليش بس أول لما أنا بقى عارف أن أنا هشتغل على الconcativity بتاعة الجراف يبقى على طول أنا بقى على Second derivative أول لما يجيلي في السؤال ده هو هو بس يشيل دي ويقول لي Increasing وDegreasing يبقى أنا عارف أن أنا شغال مع First derivative يبقى كل مشتقة بتعرفني بهيفير مختلف للFunction عن التاني طب أنا دلوقتي مع Second derivative خلاص يبقى أنا محتاج الفunction دي أجيب لها المشتقة التاني يعني أشتقها مرتين المشتقة دي كده أو function دي كده كأنها عبارة عن ستة مضربة في X تربيع زي الثلاثة كل باور ماينس وان بنا طلعت المقام فوق فبقى باور ماينس وان لما أجيب المشتقة أجيبها إزاي الأولى عام جاي ضارب السالب واحد في الستة يبقى سالب ستة في المشتقة دي لها X تربيع زي الثلاثة ونقص واحد من الباور يبقى سالب اتنين في مشتقة ما داخل كوس اللي بقى لها في اتنين X يبقى دي كده المشتقة الأول عايز المشتقة التانية يبقى تشتق الكلام ده كمان مرة عشان تطلع على المشتقة التانية للفانكشن يبقى المشتقة الأول هاي اللي احنا جبناها مع بعض تقدر تنزل ده الجزء ده كده في المقام عشان تتسالب ده يبقى موجب هتبقى بالشكل ده وتضرب الاتنين في السالب 6 يبقى سالب 12 المشتقة دي علشان تجيب لها المشتقة التانية هتعمل ايه هتستخدم مقعدة الاسمة المقام في مشتقة البسط نقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربية هيطلع لك الشكل اللي قدامك ده دي المشتقة التانية طبعا بعد ما تعمل لها ممكن تشتقها وتسيبها زي ما هي يعني انا ماليش دعو بالشكل قوي في النهاية انا جبت المشتقة التانية للفانكشن اللي هتطلعت دي هعمل ايه بالمشتقة التانية دي اللي هتطلع منها طب اجيبها ازاي قال لي قدامك حجم للاتنين اما تدور على النقاط اللي تخلي الفانكشن دي غير معرفة يعني تكون حاجات برا الدمية بتاع الفانكشن دي او انك تساوي الفانكشن دي بالصفر هنعمل للاتنين طبعا هتساوي الفانكشن دي بالصفر الاول فلما تساوي بالصفر ايه اللي يحصل يبقى عندك ستة وتلاتين اكس تربيع ناقص واحد طبعا ده ما يساوي صفر تضرب الطرفين في الرقم ده الصفر في اي حاجة بصفر فالمقام ده هيتشال يعني هيتبقى لك الكلام ده بيساوي صفر اقسم برضا على ستة وتلاتين هيبقى صفر برضا يبقى اكس تربيع بتساوي واحد يعني الاكس بتساوي موجب او اول لما المقام يبقى بصفر ما ينفعش ما هو عرف فكاينك بتقول اكس تربيع زي التلاتة كل تكعيب بيساوي صفر لما تاخد الجزر التكعيب للطرفين يعني اكس تربيع زي التلاتة يساوي صفر ودي التلاتة دي هنا يبقى اكس تربيع بيساوي سالب 3 سالب 3 ده معناه ان انت لو اخدت الجزر التربيع للطرفين هيطلع عندك الجزر سالب اذا الارقام اللي انت هتجيبها هتبقى عداد غير حقيقية وانا مش محتاج انا قلت اصلا في اول الكورس خالص ان احنا شغالين على يبقى انا مش محتاج الارقام دي خالص اللي هي الكمبليكس دي مش محتاج يبقى انا مش هاخد منها اي انا هياخد اللي هي موجب وسالب واحد بس انما جزر السالب تلاتة ده مش رينفعني في حاجة فعشان كده مش هياخد اي ارقام انا جيبتوه موجب وسالب واحد هقسم الانترفالز بتاعتي اللي هي الار لان الدومينينا بقى كله الريال نمبر لان ما عدش في حاجة ريال بتخلي المقام بصفر اللي بيخلي المقام بصفر هو ارقام كومبليكس اللي هي جزر موجب وسالب جزر سالب تلاتة ودول مش موجودين معايا اصلا في الريال نمبر اذا ان انا هشتغل عن الريال نمبر تكلها من سالب مالا نهاية الموجب مالا نهاية واللي هيقسم لي الانترفال هو الموجب والسالب واحد اللي هي ادي السالب واحد و ادي الموجب واحد يبقى عندي كم انترفال تلاتة من سالب مالا نهاية لسالب واحد ومن سالب واحد لوحد ومن واحد لمالا نهاية ادي تلاتة انترفالز موجودين عندي التلاتة انترفالز دولة هما اللي انا هاخد نقاط منهم وعوض بها في المشتقة التانية عشان اشوف هي اكبر من الصفر اذا هي يكون كيف أبورد واللي اقل من الصفر إذا أنه يكون كيف داون وورد وهو المطلوب يبقى دي الانفليكشن بوينت اللي أنا هشتغل عليها فقط مش هاخد الانفليكشن بوينت بتاعت الأعداد التخيلية وهروح أقسم الانترفل زي ما احنا اتفقنا من سلب مالا نهاية لسلب واحد من سلب واحد لواحد من واحد لمالا نهاية هنقق نقطة في الانترفل دي وعوض بيها في المستقى التاني إذا طلعت أكبر من الصفر يبقى داكن كيف أب وورد إذا طلعت أقل من الصفر يبدأ كيف داون وورد أكبر من الصفر يبدأ كيف أب وورد يبقى دلوقتي حددت له في كل انترفل كان شكل كان شكل البيهيفيور بتاعت الفونكشن كانت عاملة إزاي ولو أنت روحت رسمت الفونكشن والرسمة أنا لا يعني مش طالبها خالص السؤال بس دي بتوريلك ان انت حلت صح يعني لو رحت في أي جزء أقل من السلب مالا نهاية للسلب واحد وجدت تجيب الخط المماس هتلاقي كده هتلاقي ان الكيرف دا كون كيف أب وورد هي بقى الكونكيف أب وورد يبقى صح زي ما احنا قلنا في الجزء ده هه من سالب مالا نهاية لسالب واحد كون كيف أب وورد لأن المشتقة كانت طلعت أكبر من الصفر للمشتقة التانية طبعا ولو رحت في الانترفل من السالب واحد للواحد هتلاقي أي نقطة ههو كده أي نقطة كده أي نقطة كده هتلاقيها كون كيف داون وورد دايما تلاقي الكيرف تحت تنجنت لاينز ومن هنا رحت أي نقطة هتلاقي دي تنجنت لاين بالشكل ده يبقى مقاعر للأعلى مثال كمان على نفس الجزئية دي طبعا أول حاجة نعملها نروح نجيب المشتقة الأولى وبعدين نجيب المشتقة التانية بعد ما نجيب المشتقة التانية نسويها بالصفر ده أول حاجة نمرة اتنين نشوف القيم اللي تخلي المشتقة دي غير معرفة اللي ورى الدمين وناخد من هنا النقاط وناخد من هنا النقاط ونجمحهم مع بعض نقسم بيهم الانترفل اللي موجودة عندنا ونبدأ نشتغل عليه يبقى أول حاجة نشتق الفونكشن دي بقاعدة الاسمة مقام في مشتقة بسط نقص بسط في مشتقة مقام على المقام تربية اهو اعمل لها simplify اعتبقى بالشكل ده بعد كده تاخد دي تشتقها مرة تاني بقاعدة الاسمة تاني هيطلع للشكل ده بعد ما تعمل لها simplify هيبقى عندك دلوقتي ten three x square plus four over x square minus four all power three لو جينا نطلع اول حاجة ساوي الكلام ده بالصفر يبقى هتقول كده كل ده بيساوي صفر ومنه اضرب الترافين في المقام ده هيطير المقام هيتبقى لك عشرة في ثلاثة x تربيع زائد اربعة بيساوي صفر اقسم على عشرة يطير العشر يبقى ثلاثة x تربيع ودي الاربعة دي هنا يبقى ثلاثة x تربيع تساوي سالب اربعة يبقى x تربيع تساوي سالب اربعة على ثلاثة رجعنا النفس النقطة اللي كانت موجودة عندنا قبل كده بس المرة دي لما احنا سوينا المشتقى بالصفر طلعت لنا جزور تخيلية نوت ريال يعني هات الجزر التربيع بقى بقى جزر سالب بقى نوت ريال يبقى اذا لما سويت المشتقى بالصفر ما استفدتش منها بحاجة ما عارفتش هطلع منها انفليكشن بوينس ما طلعتش حاجة لان انا مش هياخد اي عداد غير حقيقي تعالوا نروح للاتجاه التاني ان احنا نشوف ايه اللي يخلي الفونكشن دي غير معرفة كاين جبتلك السؤال ده بالزبط وبقولك طلعلي الدومين فلما ديجي طلع الدومين هتقوللي دومين البسط الار ودمين المقام الار بس نشوف ايه اللي يخلي المقام بصفر فتروح تساوي اكس تربيع نقص اربعة كل تكايف بالصفر يعني اكس تربيع نقص اربعة بتساوي صفر خد الجزر التكايف تبقى كده ودي الاربعة دي هنا تبقى اكس تربيع بتساوي اربعة يعني الاكس بتساوي موجب او سالب اتنين اه كده يبقى انت عارفت ان الدومين بتاع الفونكشن دي هي الار معادة نقطة الموجب او السالب اتنين او النقطتين دول كله معادة النقطتين دول لان النقطتين دول بيتسببوا ان المقام يبقى بصفر فانا استبعدتهم من الدومين اذا الدومين بتاعي هو كل الريال نمبر معادة الموجب والسالب اتنين. يبقى الموجب والسالب اتنين دول بالنسبة لي واعتبروا انفليكشن بوينت. يبقى انا هاخد الموجب والسالب اتنين دولت على انهم هم دولت الانفليكشن بوينت اللي موجودة عندي. وده لان انا سويت الفونكشن بالصفر ما طلعتش منها حاجة. ما استفدتش منها بحاجة. ما طلعليش حاجة ريال. فروحتش هاي في فقطة. طب الفونكشن دي لما ايه الكيم اللي تخليها غير معرفة. دي الكيمة التي خلها غير معرفة. قال له للكيم اللي تخليها غير معرفة اللي هي ايه موجب وسالب اتنين. فتلاقي الفونكشن عند الموجب والسالب اتنين. هتبقى ديت النقاط اللي هي بالنسبة لي الانفليكشن اللي انا هشتغل عليه. هتقسم اللي وهي هتبدأ من السالب مadi нهاية للموجب مadi نهاية. هتقسمها باستخدام الموجب والسالب اتنين. ادي السالب اتنين وهدي الموجب اتنين. يبقى اول انترفل من سلب مالا نهاية لسلب اتنين. تاني انترفل من سلب اتنين لاتنين. تالت انترفل من اتنين لمالا نهاية. هناخد كل انترفل من دولت ونجيب منها نقطة ونعوض بها في المشتقة التانية. ازا طلعت اكبر يبقى ازا طلعت اصغر يبقى داون وورد. الكونكيفتي داون. يبقى ادي تلاتة انترفل. وادي نقطة من الانترفل ده. اي نقطة بقى مش هعايدي الكلام تاني. هتعوض في المشتقة التانية. هتطلع اكبر من الصفر يبقى. هنا طلعت اقل من الصرف يبقى. هنا طلعت اكبر من الصفر يبقى. وده اللي واضح برضه في بتاعي. من من السلب ملايه لغاية السلب اتنين. هتلاقي ان النقطة اي نقطة اي مماس هتلاقيه هو الفونكشن نفسها. وهنا العكس. هتلاقي الفونكشن داون وورد. وهنا العكس هتلاقي الفونكشن اوب وورد. وببقى ده اللي هتوافق. انا مش محتاج الرسمة طبعا. بس ده هتوافق مع اللي انا عملته في الكلام. او اللي انا حسابته جبريا. يبقى دلوقتي لما نيجي بس نلخص اللي انا قلته في الاجزاء اللي فاتت يعني كلها كده. في موضوع الفيرست والسكند دريفتف. النمرة واحد. الفيرست دريفتف بيقول لك ايه عن الفونكشن? بيقول لك الفونكشن دي بتتزايد امتى? وبتتناقص امتى? وتقدر من خلال التزايد والتناقص دوة تقدر تعرف البوينس ديت هتبقى ماكسيمم ولا مينمم ولا هتبقى ولا ماكسيمم ولا مينمم. دي اول نقطة. السكند دريفتف جي يقول لي معلومة جديدة عن الفونكشن. بيقول لي ان الفونكشن ديت كونكيف اوبورد او كونكيف داون وورد في انتروفل معينة. وتعرفت ازاي? ان جبت الانفليكشن بوينس وبعدين حددت الانتروفلز بيها. وبعدين نقيت نقاط من الانتروفلز وتعودت في المشتقة التانية. اذا طلعت اكبر من الصفر ازا هي كونكيف اوبورد. طلعت اقل من الصفر ازا هي كونكيف داون وورد. طب المشتقة التانية تقدر برضو تعرفني المكسيمم والمينمم زي ما المشتقة الاولى كنت بتعمل. الاجابة ايوة ان المشتقة التانية تقدر تعرفك المكسيمم والمينمم. ولكن مش بنفس قوة المشتقة الاولى. يعني ايه مش بنفس قوة المشتقة الاولى? قال لي يعني في بعض الحالات هتفشل فيها المشتقة التانية في ايجاد اللوكل والمكسيمم والمينمم. ازاي بقى? تعالوا نشوف الاختبار بتاع المشتقة التانية بيقول ايه? بيقول ازا عندك الفانكشن نتجبت المشتقة التانية عند نقطة معينة لنقطة السي ومتصلة عند النقطة دي قريبة منها وهكذا يعني تعال نجيب بقى عند النقطة دي فيه المشتقة الأولى للفانكشن وتسويها بالصفر وده كان بيطلع لك ايه ده كان بيطلع لك الكريتيكال نامبرز وبعد ما تطلع الكريتيكال نامبرز تعمل فيها ايه ترجعي بالمشتقة التانية ومعوض بالكريتيكال نامبرز اللي انت جبتها دي فيه المشتقة التانية يعني اما خطوطين اتنين الخطوة الاولى هتجيب المشتقة الاولى وتسويها بالصفر طلعت الكريتيكال نامبرز الخطوة التانية انك هتجيب الكريتيكال نامبرز دي وتعوض بيها في المشتقة التانية اذا طلعت اكبر من الصفر اذا النقطة دي اللي انت عوضت بيها لنقطة السي ديت اذا الفانكشن ديت لوكال عندها لوكال في النقطة عند النقطة دي. عند او عند الو biraz دي. طيب ازا طلعت اقل من الصفر اذا النقطة دي عندها دي Cynova. خلي بالك انه اكبر مع الم neighbor واقل مع الماكسيم. عشان الناس بس ايه دايماً بيعتبر ان الاكبر دي مع الماكسيم. لا هنا في المشتقة التانية الاكبر مع الماكسيم. والاقل مع الماكسيم. وده يعني ازا دي هتقل عندها local maximum عند علاقات value c طب ماذا لو جبت critical number من المشتقة الاولى وجيت اعوض به في المشتقة التانية للفونشن طلع الكلام بيساوي صفر قال لي في الحالة ديت يفشل الاختبار بتاع المشتقة التانية في تحديد المينمم والماكسيمم بوينز يعني ده مش معناه ان انت تقدر تقول ان مفيش في النقطة دي ولا ماكسيمم ولا مينمم قال لي لا ما تقدرش تاخد قرار ممكن يبقى فيه مينمم وماكسيمم عند النقطة دي بس المشتقة التانية مش قادرة تحدد المشتقة التانية هي اللي مش قادرة تحدد انما هتنرجع هتضطر ترجع لمين بقى هتضطر ترجع للمشتقة الاولى وتشوف النقطة دي بقى كان قبلها تزايد وبعدها تناقص يبقى دي كانت كمة يبقى ماكسيم او قبلها تناقص وبعدها تزايد يبقى دي كانت مينمم ولا كان قبلها تزايد وبعدها تزايد يبقى دي ولا مينمم بس المشتقة الاولى بتدي قرار ما بتقولش انا مش عارف المشتقة التانية هتقدر تقول انا مش عارف انت لما تلاقيها بتسوي هنا صفر اكبر بيدي قرار بيقول ان ده minimum اقل بيدي قرار بيقول ان ده maximum انما تساوي صفر ما بيديش قرار بيقولك ارجع للمشتقة الاولى وتأكد منها النقطة دي ايه انا مش عارف اجاوب عشان كده المشتقة الاولى تعتبر اضقف تحديد او اقول لها ميزة عن مشتقة تانية في تحديد. ولكن المشتقة التانية فيها نوع من السهولة شوية ان انت بقى متعودش بقى تحدد بقى وديكريزينج وايه واللي قبل مين ومش عارف ايه لا. ده انت كل اللي بتعمله ان انت بتطلع وتعوض به. بس ما تعملش حاجة تاني. ولو طلعت لك اكبر او اصغر بتديك اجابة مباشرة على طول. انما الحالة اللي بتطلع لك فيها بتسوي صفر. هيقول لك لا ارجع بقى للمشتقة الاولى واسألها علشان ان انا مش اقدر ردي قرار هنا. يبقى دوت بيفشل في حالة لما يلاقي ان او المشتقة التانية بتساوي صفر. يبقى يبقى دوت انت بتستبعده لانك مش طعف تدي قرار. وكمان بيفشل في حالة تانية لما تلاقي ان المشتقة التانية عند النقطة دي ما انت ممكن تطلع من المشتقة الاولى. تيجي تعوض به هنا تلاقيه بيديك مسلا اسم على صفر او جزر سالب او حاجة زي كده. يعني غير معرف. يبقى ازا برضو بيفشل في تحديد. يبقى يبقى انا المشتقة التانية كتست تنفعني في حالتين اتنين بس. لما اجي جيب وعوض بيها يلاقي اكبر من صفرة ولا اقل من الصفر. غير كده يبقى الاختبار بيفشل ولا يستطيع ان هو يحدد ما اقدرش ياخد قرار ويحدد ازا كانت هي ماكسيمم ولا مينموم. فيضطر ان هو يرجع لمين للمشتقة الاولى ويشوف هل هي ماكسيمم ولا مينموم. ولا ممكن برضو تكون ولا ماكسيمم ولا مينموم. بس لازم يدي قرار نهائي مع الفرست دريفت. على سبيل المثال عندي اف وف اكس اكوال ماينس ري اكس باور فايف فلاس فايف اكس كيوبت. وعايز اطلع الريلاتيف اكس تريم. يعني النقاط اللي هي الماكسيمم والمينموم. واستخدم السكند دريفتف تيست. عايز استخدم السكند دريفتف تيست. طيب عشان استخدم السكند دريفتف تيست. يبقى اول حاجة هروح اجيب الفونكشن دي. واجب لها المشتقة الاولى. اللي هي هتساوي اضراب بقى خمسة في تلاتة يبقى سالب خمستاشر اكس باور فور. وخمسة في تلاتة يبقى زائد خمستاشر اكس تربيع. هتبقى بالشكل ده. دي المشتقة الاولى. ساوي المشتقة دي بالصفر. عشان تطلع الكريتيكال نامبرز. لما تطلع الكريتيكال نامبرز تاخدها تعوض بها فين? في المشتقة التانية اللي انت هتجبها من هنا هتشتق ده مرة تانية. يبقى اول حاجة جبناها المشتقة الاولى والمشتقة التانية. المشتقة الاولى هنسويها بالصفر. هنطلع منها الاكس بتساوي صفر. والاكس بتساوي موجب وسالب واحد. يبقى طلعها عندي تلات نقاط كريتيكال. السالب واحد والصفر والواحد. دول تلات نقاط كريتيكال جبتوهم من اين? سويت الاف برايم اف اكس بالزيرو. فاطلع لي من هنا خمستاشر اكس تربيع بتساوي صفر. فاطلع لي الاكس بتساوي صفر. واطلع لي من هنا واحد نقص اكس تربيع بتساوي صفر. يعني اكس تربيع بتساوي واحد. يعني يعني اكس بتساوي موجب او سالب واحد. فبقى عندي تلات نقاط دلوقتي كريتيكال او تلاتة بفاليوس كريتيكال اللي هم سالب واحد وصفر واحد. هعمل بيهم ايه? هروح في المشتقة التانية اللي انا جبتها ووعود بيهم في التلات نقاط دول. هعود بالسالب واحد هنا. واعت بالصفر هنا. واعت بالواحد هنا. وف كل مرة اشوف اشارة المشتقة التانية دي هتبعى بأعمله ازاي؟ انا كل اللي يهمني اشارة المشتقة. مش مش قيمة المشتقة التانية. اشارة بس. زي ما كنت معمل بالزبط في مع المشتقة الاول. لو عودت بالسالب واحد هنا مكان الاكس. هيطلع لك ايه? طبعا هنا مكان الاتس دي وما كان الاتس دي. انا طبعا هي دي زي دي بس انا ماخد بس 30 اكس اعمل مشترك. هعط هنا الاكس بسالب واحد وحط هنا الاكس بسالب واحد. هيطلع لك القيمة موجابة. وتatherine ما القيمة هتطلع موجابة اذا هيدي قرار هنا على طول ان عند السالب واحد عند الاتس بسالب واحد يبقا ات الاكس بتساوي سالب واحد. انا عندي مني مينم. عندي نقطة مينم. او لوكال مينمم. ولو عايزك اكتب ال point نفسها زي ما احنا اتفقنا قبل كده روح عوض بالسالب واحد دي في الفونكشن يعني هات الفونكشن عند السالب واحد بس في الفونكشن نفسها مش في المشتقة التانية ولا مشتقة الاولى في الفونكشن الاصلية اللي عندك اللي في السؤال عوض عنها ال x بسالب واحد هيطلع لك سالب اثنين اذا النقطة بتاعتك هي سالب واحد وسالب اثنين عايز تعرف يعني احداث ال y لها يبقى كام يبقى ال point سالب واحد وسالب اثنين عندها local minimum او relative minimum طب تعالي انا عوض عند ال x بصفر يبقى هنا صفر وصفر يديك صفر يبقى ايزا هيطلع لك صفر وطالما طلع صفر يبقى التست ايه يا جماعة فيلز لازم تكتب كده ما ينفعش هنا تقول ليست minimum وليست maximum غلط ليست minimum وليست maximum دي اللي يقدر يقول لك فيها الفيرس دريفت فبس وبناء عليه لما تطلع عندك المشتقة التانية هنا بصفر يبقى على طول تقول التست فيلز انا مش عارف ااخد قرار مش هقدر احدد هنا النقطة دي موقفها ايه ممكن تطلع تلات حاجات ممكن تطلع maximum ممكن تطلع minimum ممكن تطلع ولا maximum ولا minimum بس مش هقدر اقول لك ايا ايه بالزبط انما لما يجي عوض مثلا بالواحد يلاقي اقل من الصفر يعني سالب يقول على طول ان دي كده maximum relative maximum يبقى ايزا هنا الاختبار بتاع السكند دريفت فقدر يحدد لنقطتين والنقطة التالتة معرفش يحدد لو رجعنا للجراف بتاع الفونكشن لو رسمناها يعني وشوفناها هلاقي ان نقطة السالب واحد فعلا اللي عند السالب واحد وسالب اتنين زي ما اتفقنا اهي والسالب واحد والوي بسالب اتنين البوينت دي فعلا minimum زي ما انتم شايفين كده كانت نزلة وبعدين طلعت والبوينت دي بقى هتبقى ايه لو انت بقى روحت للفرس دريفت فحيقولك بقى هيقولك ان البوينت دي ليست maximum وليست minimum لانك هتدلت وبعدين تنتها increasing زاد زيادة مستمر يبقى النقطة ديت ليست maximum وليست minimum والبوينت ديت هتبقى كانت بتزيد وبعدين بقت تقل اذا النقطة ديت هتبقى maximum يبقى اللي انا شايفه دلوقتي من الجراف ان اللي طلعهولي في صح برضو قال لي دي minimum وقال لي دي maximum بس يجيب دي قال لي مناش عارف لما انا رجعت بقى للجراف او رجعت للفرس دريفت فحقدر اعرف ان النقطة اللي هو ما كانش عارف يحددها دي طلعت ليست maximum وليست minimum. بس ده ليس بالضرورة ان في كل مرة تطلعت الدبل برايم عند بتسوي صفر انها تطلع ايه ليست maximum وليست minimum. لا مش دايس مش بالضرورة انها تطلع كده ممكن تطلع في بعض الاحيان كانت maximum بس هو مش قادر يحدد لان طلعت عنده دي بصفر او طلعت minimum لانه برضو مش قادر يحدد. يبقى ازا الفرس دريفت فو ممكن يقوموا بنفس الدور ولكن الفرس دريفت فعنده ميزة اكتر وهو ان هو اي نقطة يقدر يحددها لك ويديك فيها قرار. اه حتى لو كانت النقطة دي ليست maximum وليست minimum. هيقول لك برضو ان هي ليست maximum وليست minimum. انما لو طلعت عنده بصفر عند نقطة من يقول لك ان التست هنا ما اقدرش ان انا احدد او لو طلعت النقطة عند غير معرفة زي ما قلنا قبل كده. اشتروا